مثل تلك المشاهد أهلت هذا المسن الصيني أن يصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي ليشي شوي نجار صيني يبلغ من العمر سبعين عاما جاذب أنظار مستخدمي وسائل السوشيل ميديا بفضل مقاطع الفيديو التي نشرها لأعمال خشبية صنعها لأحفاده في منزله قرب مدينة لونجيانا فهو يعتبر ما يقوم به بمثابة تمرين على صنعته التي تعلمها حتى وإن بلغ من العمر عتية صلاة أحصنة ودبابات وسيارات على شكل سلطعون هذا العام صناعة سيارة خشبية تستارق حوالي عشرين يوما وفيما يستمتع أحفاد النجار المبدع بألعابه يشعر لي بالرضى عن نفسه لإدخاله السعادة إلى نفوسهم فيما لا يبدي أي تأثر بنجوميته على وسائل التواصل أشعر بالفرح عندما يكون الأطفال سعاداء لست بحاجة لأي تعليقات أخرى بعض الألعاب ألهمتني وعندما رأيتها تساءلت ما إذا كنت أستطيع صناعة نسخ أكبر منها وهذا ما فعلته مثل تلك النماذج مرت بمراحل عديدة حيث تم تصحيحها بعدة مراحل كي تخرج إلى أحفاد ليشيشوي بهذه الصورة ويعمل ليشيشوي نجارا منذ عام 1969 سواء في البناء أو المنازل أو صناعة الأثاث اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة